هل من معرفة قدر العلماء القول بان طالب العلم ليس ملزما بما قاله العلماء ولكنه يؤمن بما يقرأ هو او يسمع لانه ليس بمقلد الواجب على المسلم طالب علم وغير طالب علم ان ياخذ القول الصحيح من اقوال اهل العلم القول الصحيح المبني على دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الواجب على طالب العلماء ان يقبل الحق ممن جاء به ما هو ما ياخذ الا ما يعرف هو او ما يجتهد فيه هو لا ياخذ الحق منه ومن غيره ما ثبت بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله اي انه ياخذ به نعم